يا دا كاترة أهلا بكم أهلا بحضرتك يعني سعيدة جداً إحنا جلسة نسائية والحلقة كلها نسائية فالجلسة دي عايزين نعرف إيه أنواع الدايت دكتورة إيمان الطبيعي كنا عارفينه دايت السعرات ليك 1200 سعر بين حراري في اليوم عندهم وإيه ما تاكلش أكتر منه إيه دايت السعرات دايت السعرات هو بيتحسب بالزبط حسب الجنس الموجود لقدامك الست ولا راجل سنه برضو كمان الفصل اللي بيعمل فيه الدايت فصل الصيف الشتاء الرياضة طبعاً احتياجك للطاقة مختلف كمان الرياضة الرياضة أو واحد قاعد على مكتب غير واحد بيلفترك كل يوم إمكانياتك المادية مهمة برضو معروفة اللي لازم لو الواحد صحته مثلاً في حاجة أو في حرارة حتى الحرارة بتخلينا السعرات بتختلف كل شيء بنحسبه طبيعة الحياة طبيعة الشغل عدد ساعات الشغل في اليوم المفضلات عنده لازم الدايت ده يكون متوازن معتدل متنوع ومرضي وكافي وبيحتوي على كل المجموعة الغذائية الماكرو اللي هي كبيرة الحجم اللي هي الكاربوهيدريت المعقدة ودي مهمة جداً بناخدها حوالي من 40% ل50% ممكن تزيد شوية ل55% بعد كده بناخد مجموعة الدهون والدهون لازم تكون صحية ماكسمن بناخدها لغاية 30% ومهم قوي أن يكون الدهون المشبعة اللي فيها تكون بس 7% اللي هي الدهون المشبعة؟ المشبعة اللي هي بتبقى زي السمنة والزبدة وكده ما تقباش الدهون الأولية زي زيت الزتون والكنولا والحاجات الخفيفة التانية الحاجات المشبعة تكون 7% بس والمواد الصلبة أو الدهون الصلبة أو المهدرجة تكون 1% احنا بنقدر الحاجات حتى احنا بنعلم الناس في البلانينج أو في التخطيط الغذائي بنعلمهم يعملوا إيه؟ البروتينات هي آخر كمية بقى بنخليها تقريبا من 10% إلى 15% ماكس ما بتزيدش عن 20% مع مجموعة الخضار والفاكهة ويشرب مياه ويتحرك في اليوم حوالي تلت ساعة ماشي لو عمل كده ده نظام متوازن نومريكل دايت مافيش حاجة اسمها الدايت المعجزة بس دايت ده حلو والناس بتحبه وبيخسوا من نص كيلو لكيلو وبنتابع في الأسبوع في الأسبوع لو عملوا كده هيخسوا نص كيلو في الأسبوع وهيقيسوا محيط الوست ويوزنوا ومش هيخسوا من العضلات والمية هيخسوا من الدهون وده أهم شيء ونفسيتهم تبقى مرتاحة مفيش حرمان ده الدايت ده بجيب كتاب ده أهم حاجة بجيب كتاب